لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت هكي رد بعقل إحما نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المساعد أعزائي مشاهدينا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وأنوان حلقتنا النهاردة هتكون سؤال ابن حجر أين الله وإحنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن النزول النليلة وازم وهي الحركة من مكان لمكان والتحول بيقصد به الانتقال من مكان لمكان والحلول بيقصد به أن الله يحل في المكان يعني ابن حجر بينفي ألوه الله لأن الألوه الجهة والجهة مكان والله منزه عن الحلول في الأمجر وفي نفس الوقت الله مش بيتحول من مكان لمكان عند ابن حجر لا يقترب ولا يدنه ولا يجيء ولا ينزل وكل الكلام ده احنا عرفنا انه هو من كلام بدع الجهمية وشفنا التناقض اللي في كلامهم ان الله بينزهوه عن الحلول وفي نفس الوقت هما بيقولوا انه في كل مكان والنهاردة هنشوف هل الله عند ابن حجر في السماء صحيح البخاري كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ابن حجر بيقول لنا ايه نقل كلام الكرماني فقال في السماء ظاهره غير مراد اذا الله منزل عن الحلول في الاماكن لكن لما كانت جهة العلوه اشرف من غيرها اضافها اليه اشارة الى علوه الزيت يعني جهة احنا هنقول الله ايه اكيد فوق يعني في مكان عالي عشان كده بيضفها كجهة علوه يعني مش جهة مكان وطبعا الكرماني لما بيقول كده في السماء ظاهرة غير مراد يعني الله فعلا مش في السماء وده طبعا بيكون تجذيب للقرآن الله في القرآن بيقول ايه اامنتم من في السماء يعني الله بيقول عن نفسه ان هو في السماء وكمان ايات كتير جدا يعني لحصرة لها زي مثلا اني متوفيك ورفعك اليه وكتير وابن حجر طبعا موافق كلام الكرماني عشان كده بينقوله واللي بيكذب القرآن بشكل صريح والسبب طبعا عند ابن حجر ان هو بينزه الله عن الاماكن فالله مش في السماء لانها مكان الشيخ البراك احنا هناخد بنا من كلام الشيخ البراك دلوقتي بيقول ايه وليس ظاهره ان الله تعالى داخل السماوات كما ظنه الكرماني ولهذا قال ظاهره غير مراد وقول الكرماني لكن لما كانت جهة العلو اشرف من غيرها هذا يقتضي ان الله تعالى ليس بذاته في العلو فالشيخ البراك بيقول ايه هو هيقول فيه اضطراب هيكون في كلامه دلوقتي احنا هنشرحه بيقوله انما النزاع معهم فعلوه سبحانه بذاته فوق مخلوقاته ولم يذكر من معاني الفوقية المضافة الى الله تعالى الا فوقية القهر واهمل الاشارة الى فوقية ذاته سبحانه هل فعلا الكرماني اهمل الاشارة دي انه بذاته يعني فوق طبعا الكرماني هنشوف الكرماني بيقول ايه ولكن لما كانت جهة العلو اشرف من غيرها هذا يقتضي ان الله تعالى ليس بذاته يعني الشيخ البراك بيفهم من قول الكرماني مقتدى ان الله ليس بذاته في العلو والشيخ البراك بيقول ان النزاع معهم في علو سبحانه بذاته فوق مخلوقاته ولم يذكرش من معاني الفوقية المضافة الى الله تعالى الا فوقية القهر واهمل الاشارة الى فوقية ذاته سبحانه طبعا وده اضطراب في كلام الشيخ البراك هنشوف كمان مرة كلام الكرماني بيقول ايه الكلام ده طبعا مش حقيقي لانه بيشير ليه البراك يعني بيشير الشيخ البراك الى ابن حجر وبيقول انه هو ما ذكرشي الا فوقية القهر خلينا كده نشوف كمان الكلام مرة بيقول ايه في السماء ظاهره غيره مراد اذ الله منزه عن الحلول في الاماكن لكن لما كانت جهة العلو اشرف من غيرها اضافها اضافها اليه اشارة الى علو الزاد والصفات يبقى هنا الشيخ البراك قال لأ دي يعني مش اصده احنا مش مختلفين فيه مش مختلفين فيه علو الزاد بنفسها لأ يعني احنا مختلفين فيه يقول كده لم يذكر الا فوقية القهر خلينا نشوف كمان بيقول ايه في السماء ظاهره غيره مراد اذا الله منزه عن الحلول في الاماكن لكن لما كانت جهة العلو اشرف من غيرها اضافها اليه اشارة الى علو الزاد والصفات طيب خلينا بقى نروح نشوف كلام الاشعارة في ميزان اهل السنة بيقول ايه بياننا في الاشعارة لعلو الله تعالى وقولهم في هذا الباب ما يمتنع بداها ثالثا بطلان قول الاشعارة في انقار علو الله بذاته على عرشه وتأوي لهم بعلو القهر والغلبة والقدر وانهم في ذلك مخالفون للكتاب والسنة والاجماع موافقون للجهمية والمعتزلة يعني ايه الكلام ده؟ يعني مراد ابن حجر في نقل كلام الكرميني اللي ايده طبعا ابن حجر بفوقية القهر الشيخ البراق بيقول ان اراد ان هو مش في العلو اللي وراء العالم ولا هو فوق العرش بذاته فده باطل ولو ده قول الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم انه فاتر العلو ان الكلام ده هم اللي بيقولوه واقصرهم بيقولوا بالحلول العام يعني ايه؟ يعني الله في كل مكان ده قول الجهمية وكل من تبعهم يعني الله في كل مكان طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في المرة كمان اللي فاتت خلينا كمان نشوف شرح العقيدة الواسطية يقول لنا ايه في الكتاب وكان الجهمية في البداية يقولون ان الله في كل مكان فلما اورد عليهم كيف لا تنزهون الله على ان يستوي على اعظم مخلوقاته وهو العرش وتجعلونه في كل مكان في الاواني والصحون والحشوش ولاحشوش يعني دورات المياه فقال متأخروهم ان ده ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ووصفوه بالعدم هذا طبعا هما لما وجهوهم وقالوا لهم طب انتم بتنزه الله ان هو يكون فوق العرش او مستوع العرش طب انتم بتخلوه في كل مكان كده فرحوا ايه قالوا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه وطبعا كده وصفوه بالعدم وطبعا ده قول متأخري الجهمية وسبب ده اللي اورد عليهم من اشكالات لما قالوا لهم ان هو كده هيكون في كل مكان طيب هنشوف ابن حجر دلوقتي بيقول ايه بالحلول في اكتر من مرة وهنتأكد من الكلام ده والكلام ده مش كلامنا ده كلام الشيخ البراك خلينا نشوف كده مع بعض سحي البخاري كتاب التوحيد بكلام والرب عز وجل يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم يقول لنا كده ابن حجر يدن أحدكم من ربه قال ابن التين يعني يقرب من رحمته هو صائخ في اللغة ويقال فلان قريب من فلان ويراض الرطبة الشيخ البراك رح رد عليه وقال له الذين أولوا ذلك بالدنو من الرحمة حملهم على ذلك قولهم ان الله في كل مكان يعني ايه كلام ده يعني بيقولوا كده لاحظ ان الله في كل مكان يعني حلول وده كلام الجهمية خلينا نشوف مختصر العلو للعلي العظيم للزهبي بيقول فيها ايه بيقول لنا نقول كما قالت الجهمية انه تعالى مداخل للامكنة ومماذج بكل شيء خلينا النهاردة نلخص الحلقة وهنتكلم نشوف احنا تكلمنا ايه في النهاردة النهاردة شفنا شرح ابن حجر بيقول كده انه موافق على قول الكرميني ان الله مش في السماء بذاته لانه منزح عن الاماكن وشفنا رد السنة اثبته ان الله في السماء بذاته والاشاعرة والجهمية بيقولوا ان الله في كل مكان ولما تيجي جملة مثلا ان الله بيادنه يأولوها بدونه الرحمة وفي نفس الوقت بينزه الله عن المكان ويقول انه هو في كل مكان وده معناه عند اهل السنة طبعا ان كده الله ممازج بكل شيء وطبعا اللي بيقول كده مش بيكون من اهل السنة عندهم وتابعوني الحلقة الجاية نستكمل عقيدة ابن حجر وكمان تابعوني على الفيسبوك والموقع هيكون قدامكم على الشاشة والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا انت ترد بعقل احنا نقبل بعقل وانت يرد بعقل وانت ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المساعد اشتركوا في القناة